نروح بقى على دور الابطال والنادي الاهلي اللي جي من بعيد جدا ودخل في هذه البطولة بعد ما الكل اجمع انه الاهلي فرصه صعبة ان لم تكن مستحيلة لكنه الاهلي ومع الاهلي ما تقدرش اتغمض عنيك تفضل كده مفنجل عنيك ومبرق اوعد اتغمض عنيك لحد ما الحكم يصفر او لحد ما اللعبة تركب الاوتوبيس فالاهلي عاد من جديد وحيلعب مع الرجاء اللي متقدم دلوقتي على الوداة في الدور المغربي اتنين واحد في مباراة صعبة جدا جدا للاهلي وللرجاء للاهلي وللرجاء مباراة خمسين خمسين في النهاية ان شاء الله الاهلي يعد ويفوز ومباراة الزهاب ان شاء الله هتكون في القاهرة واحد وعشرين او اتنين وعشرين ابريل وهتشهد ملحمة زي مباراة الاهلي والهلال من دلوقتي بقولك ان شاء الله الجمهور زي المرة اللي فاتت ده بالنسبة للأهلي والرجاء المغربي العودة هتكون للم 28 أو 29 إبريل باقي المباريات هتبقى شبابة القبائل الجزائري مع التراجي التونسي مباراة متكافأة جدا قد تكون أقرب للتراجي لكنها متكافأة شباب بلوزاد الجزائري مع سانداونز أيضا مباراة متكافأة لأنه شباب بلوزاد بيعرف إلعب خارج ملعبه بشكل جيد جدا قد يعني ممكن تقول مثلا سانداونز بنسبة 5% بحكم الخبرات فقط لا غير يعني سنبا التنزاني مع الوداد دي مباراة أقرب للوداد المغربي لأنه خبراته أعلى لكن سنبا نتابعته الحياة في دور المجموعات باستثناء هزيمة قصية على ملعبه من فريق نادي الرجاء لكنه قدم عروضا طيبة لكن الوداد هنا خبراته أعلى بكتير جدا زي ما قلت لك الاياب 28 و29 إبريل الفائز من الأهل والرجاء هيلعب مع الفائز من شبيبت القبائل والتراجي كلها بقى صدمات كلها مباريات صعبة يعني والفائز من سنبا ولوداد هيلعب مع الفائز من شباب بلوزداد وسان داونز بالمناسبة سنة اللي فاتت بترو أتليتكو الأنجولي فجر مفاجأة مدوية لما أخصى سان داونز من على ملعبه يعني كسب سان داونز في ملعبه فبرضو حاجات غريبة جدا بتحصل يا رب ما كونش بقول غلط صححولي لو أنا بقول غلط يعني نص في النهاية حيبقى 12 و13 مايو الزهاب العودة حيبقى 19 و20 مايو إذا وفق النادي الأهلي إذا ربنا صحونا تعالى كتاب له أن يصل إلى المباراة النهائية مباراة الزهاب حتتلعب على ملعبه والإياب خارج ملعبه في البعض قال لي غير كده لكنه دا الموجود قدامي الزهاب 2 يونيو 23 والإياب 9 يونيو بإذن الله دا بالنسبة لدوري أبطال فرخيا كلنا نتمنى بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي التوفيق لنادي بيرامدز وعزين لقبين جديدين